المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا نرحب بكم أجمل ترحيب عبر الفضائية المستقلة في بداية برامج اليوم والذي نستهله كالمعتاد بنشرة الأخبار إليكم فيما يلي عنوينها النظام الإيرتريي يرغب بإرسال قوات إيرتريا للتدريب في روسيا الإيرترييون في أوغندا يعقدون منتدى استثماريا هو الأول من نوعه وتجدد الاشتباكات في الصومال يحصد أرواح المئات ودول الجوار تبدي موافقتها لإرسال قوات مساندة كانت لكم سيداتي سادتي عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إيرسات الفضائية المستقلة قال سفير مجموعة أسمر الإجرامية لدى موسكو بطر السقاي قال إن إيرتريا ترغب في إرسال وحدات من جيشها لتلقي التدريب في روسيا جاء ذلك خلال حديث لوكالة الأنباء الروسية تاسا وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي التاسع عشر والذي نعقد أن عقد في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس الجاري وفي معرض إجابته عن سؤال حول نتائج تطور العلاقات الروسية الإيرترية أجاب سفير مجموعة أسمر أن بلاده ترغب في تطوير العلاقة في المجالات الثقافية وتقنية التعديل والدفاع والاقتصاد يذكر أن النظام وعقب انتهى الحرب الأهلية الأثيوبية أخذت علاقته بروسيا منحا آخر وأصبحت خيارا استراتيجيا له بغية الاحتمال بهذه العلاقة من القلق الذي يساوره من فرض عقوبات عليه من الدول الغربية وذلك جرى مشاركته في الحرب الأهلية الأثيوبية وأشارت مصادر من الخارجية الإيرترية أن تعزيز علاقة النظام بروسيا تأتي في إطار سعه إلى ضمان استمراريته في سدة الحكم تحت حماية روسيا والصين وأضافت تلك المصادر أن النظام منذ فترة يعقد اتفاقيات أمنية وعسكرية سرية مع روسيا لمصلحة استمراره في السلطة وهذه الاتفاقيات لا تهدف إلى مصلحة إيرترية وشعبها بقدر ما تهدف لمصلحة المجموعة الظلامية في أسمرار وهو ما تؤكده موافقة المجموعة على الدعوات الروسية والصينية التي ظل يرفضها دكتاتور أسمرار ولم تقف المصادر قلقها من رغبة النظام في إرسال إحداث من الجيش الإيرتري إلى روسيا في الوقت الحالي من جعلهم وسيلة ارتزاق جديدة والزج بهم في حرب روسيا الأيدولوجيا في البلقان على غرار تدخله في الحرب الأهلية الأثيوبية وهو تقوف له ما يبرره في ظل وجود نظام لا يتورى من ارتكاب الجرائم بحق شعبه مقابل مصالحه الذاتية انعقد في الثاني من مارس الجارية المنتدى الإيرتريي للاستثمار وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الأوغندية كامبالا ويعد المنتدى الأول من نوعه يعقده اللاجئون الإيرتريون في الخارج ووجد ترحيبا وتشجيعا من قيادة الدولة المضيفة ومؤسساتها الرسمية ووفق تصريحات المنسقات في المنتدى قسانة تولده وكريستينا يماني فإن المنتدى الإيرتريي الاستثماري يهدف إلى توطيد علاقة اللاجئين بالمجتمع المضيفة وتنويرهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها كما أنه سيمكن الإيرتريين المقيمين في أوغندا من فتح عفاق مستقبلية للقيام في الاستثمارات وفق الإمكانات المتاحة واستغلال فرص التسهيلات الحكومية للمستثمرين بالإضافة إلى تجاوز الصعوبات المعيشية بطرق رسمية مما يؤدي إلى تحسين وضعهم المعيشي وتصحيح وضاعهم النظامية وقد حضر المنتدى من جانب الحكومة الأوغندية ممثلون من وزارة التجارة والصناعة والداخلية والعدل والتعليم والأراضي وتعد أوغندا إحدى الوجهات التي يقصدها اللاجئون بشكل متزايد ويقدر عدد اللاجئين الإيرتريين فيها بنحو سبعين ألف لاجئ ويعتبرونها الأفضل مقارنة بمثيلاتها من الدول الأخرى في الوقت الحالي في النبأ الأخير لهذه النشرة أوضح المستشار الأمني للرئيس الصومالي حسين شيخ أن دول الجوار الصومالي أثيوبيا وكينيا وجبوتي سترسل مزيدا من القوات إلى الصومال وذلك بغية المشاركة في القضاء على حركة الشباب المجاهدين وأضاف أن الدول المعنية سترسل قواتها في غضون شهرين مؤكدا على أن هذه القوات ستنضم للجيش الصومالي وتقاتل تحت قيادته وليس تحت قيادة قوات الاتحاد الإفريقية المتواجدة في الصومال يذكر أن دول الجوار الصومالي كانت قد وافقت في فبراير الماضي في قمة الصومال الرباعية لدعم الصومال في حربها على الإرهاب وأن مشاركة هذه القوات تأتي تنفيذا للاتفاق وأضاف حسين شيخ أن الحملة الثانية للجيش الصومالي تهدف إلى تحرير ما تبقى من المدن والقرى لدى الحركة تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود كان قد توعد في الأسابيع الماضية بالقضاء كليا على حركة الشباب مع مطلع العام 2024 وذلك أثنى حديثه عن الانتصارات المتوالية التي حققتها قواته في الآونة الأخيرة هذا وكان الدول العدة من بينها قطر والإمارات والتركيا والولايات المتحدة قد دعت إلى رفع حضر الأسلحة المفروضة على الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي كي تتمكن من القضايا على الإرهاب وكان الصومال قد طالب مرارا بضرورة رفع الحضر المفروض عليه حتى يقوم بدوره في الدفاع عن أرضه وبص الأمن فيها من جهة ثانية شهد الصومال تجدد الاشتباكات القتالية في بلدة لاسعنود المتنازع عليها وأودت الاشتباكات بحسب تصرح رئيس بلدة لاسعنود إلى مقتل أكثر من مئتي شخص خلال أقل من شهر على إثر تجدد الاشتباكات بين القوات موالية لحكومة مقدشو وأخرى تابعة لما يعرف بجمهورية أرض الصومال وناشدت أطراف دولية وإقليمية إلى ضرورة إيقاف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق بهذا أصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه النشرة تقبلوا تحياتي محدثكم إدريس سليمان خليفة في التحرير والتقديم والترجمة مقرونة بتحية الزملاء في القسم العربية لسادة أحمد شريف في الإشراف والمتابعة وعود تسفيه النسكداني في الإخراج والمنتاج وإلى أن ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة